بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع كتير جدا بيسأله عنه إيه الفرق بين مدارس إمام خطيب أندول ومدارس الأندول وإيه مميزاتهم وإيه عيوبهم يلا بينا نعرف الفرق والمميزات والعيوب في فيديو جديد من فيديوهات مصرية بورس أول حاجة هنعرف إيه هي مدارس إمام خطيب أندول هي مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم التركية بتبدأ الدراسة بيها من صفة خامس أو بمعنى الثاني من بداية المرحلة المتوسطة اللي هي الأورتاء كور بيدرس في مدارس إمام خطيب العلوم الدينية لجانب المواد الدراسية العادية زي مثلاً اللغة العربية والسيرة والحديث والفقه والتفسير والقرآن الكريم وهي في الأصل بتهتف لتخريج كوادل للعمل في الوعز والخطابة وتعليم القرآن الكريم وعلوم وده كان أصلاً الهدف من إنشاء النسبة لمدة الدراسة في السنوية فيها وده مجال حدثنا النهاردة عن السنوي إمام خطيب هي موجود الدراسة أربع سنوية ليهم الحق في التقديم لجميع الكليات زيها زي مدارس الأناظور العادية بالزرط وفيها كمان بيدرس بجانب المواد اللي هي بتدرس في جميع المدارس بيدرس برضو مواد اللغات اللي هي اللغة الإنجليزية والألمانية مميزات مدارس إمام خطيب بالنسبة للعرب اللي لسه جايين لتركيا أول حاجة طبعاً إن فيها بيدرس مادة اللغة العربية وده شيء بيخلي طبعاً الطالب إن هو ياخد ثقة في نفسه لأنه بيبقى لسه جاي وحاسس إن المواد كلها بالتركي وإن هو بيقى مغضوط شوية فبيحس إن هو لأ أنا متميزة هوت في مادة وبيبقى متفوق فيها أكتر من الطلبة الأطراق فده بيدي له ثقة في نفسه وكمان بيقدر إن هو يحصل على درجة كاملة في المادة دي وخصوصاً إن هي في نفس السن دوت في مدارسنا في الدول العربية بيبقى اللغة العربية تقيلة شوية عن المنهة الكتير اللي هما بياخدوه هنا فبالتالي الموضوع بيبقى سهل بالنسبة له جداً موجود مدرسين طبعاً بيتكلموا لغة عربية فده برضو بيسهل لهم التواصل مع المدرسين وخصوصاً إن هما بيبقوا لسه جايين وبيبقوا محتاجين إنهم يعرفوا يتواصلوا ويعبروا عن نفسهم ثالث حاجة من مميزات مدارس إمام خطيب إنها مدارس مجانية ودي زيها زي مدارس الأنادول برضو هي برضو مدارس مجانية رابع ميزة بالنسبة لنا كعرب هو عدم الاختلاط في الفصول أو كمان ممكن في المدارس يعني في بعض المدارس بتبقى مدرسة كمدرسة مشتركة لكن الفصول الولاد لوحدهم في الفصول والبنات لوحدهم وفي مدارس من الأساس هي مش مختلطة يعني المدرسة نفسها يا بنات بس يا ولات بس خامس ميزة هو وجود الالتزام الديني والأخلاقي فيها بشكل جديد نيجي بقى لعيوب مدارس إمام خطيب أهم عيب في مدارس إمام خطيب نسبة العرب فيها كبيرة جدا فبالتالي أنا كطالب لسه جاي وعايز أكون صدقات مش عايز أحس بالوحدة فبالنسبة لي التواصل حيبقى أسهل مع مين التواصل أسهل مع طالب عربي زي بيتكلم لغتي فبالتالي بستسهل وابتدي أصاحب الطلبة العرب وابتدي كده أنا عزل عن الطلبة الأطراق لأن أنا ما عنديش لغة فده بالتالي بيأخر أن أنا أتكلم تركي فطبعا ده عيب كبير جدا لأن كده إحنا بنعمل إنعزال عن المجتمع التركي أهم حاجة في تعلم اللغة هو الاحتكاك والاختلاط لأن هو ده اللي بيخلي الطالب ينطق اللغة بتاع البلد اللي هو قاعد فيها طول ما إحنا بنتواصل بس مع عرب ده مش هيخلينا أن إحنا نتكلم وده أهم عيب في مدارس إمام خطيب ده حاجة الحاجة التانية بقى وده رأيي في أن هو عيب من أيوب مدارس إمام خطيب أن لو الطالب مش طالع فيها من صف خامس أو من صف سادس أقصد في مراحل مبكرة بالتالي هو لسه جاي المواد أصلا بتاعة السنة ويتبقى كثيرة جدا مع أن هو ممكن في بلده ما كانش بيدرس في أظهر فبالتالي بياخد مواد زي فقه وتفسير وحديث والطبع ما بيبقاش باللغة العربية ده بيبقى باللغة التركية بس بيبقى فيها طبعا الأحاديث والقرآن بيبقى طبعا ده عربي لكن هي برضو بتبقى باللغة التركية فبالتالي فيه فقه وحديث وشريعة ومواد كثير دينية بنتزود كمان مواد على الطالب فأصبح بقى عنده عدد مواد كبير جدا وهو لسه جاي شاي الهم كمان أنه هو هيتعلم اللغة التركية فدي بتبقى مشكلة فأنا بالنسبالي بقول أن مدارس إمام خطيب الأفضل إنها نبدأ فيها من لو أولادنا كانوا صغيرين جايين على صف خامس على صف سادس مثلا فبالتالي بيبتدي ياخد المواد دي من بدري فهو بيبقى خلاص داخل واخد البدايات بتاعتها والقصص بتاعتها فبيبقى سهل عليه إنه يكمل فيها عادي جدا أما بالنسبة لمواد السنوي فأنا نسيت أقول لكم بالنسبة لمدارس إمام خطيب هي نفسها أقسام الدراسة في مدارس الأندور واللي احنا هنقولها كمان شوي وده بجانب المواد أو العلوم الدينية اللي احنا قلناها ده بالنسبة لمدارس إمام خطيب إيه هي مدارس إمام خطيب ومميزاتها وعيوبها يلا بينا بقى نعرف إيه هي مدارس الأندول ومميزاتها وعيوبها مدارس الأندول أو سنويات الأندول أو باللغة التركية أندولو لسيسي بتنقسم مدارس الأندول الدراسة فيها لأربع أقسام أو فروع بتبدأ فيها التخصص في الأقسام أو الفروع اللي احنا هنقولها من صف 11 لكن بداريب الدراسة في مدارس الأندول بيبقى من صف 3 أول قسم هو قسم الرياضيات والعلوم أو زي عندنا في مصر اللي هو القسم العلمي وده بيدرسوا فيه مواد الفيزياء والكيميا والأحياء وبياخدوا مدد الرياضيات وبياخدوا طبعا إنجليزي وفرنساوي لكن بتبقى حصص قليلة وبياخدوا أدبيات وبياخدوا كمان مدد التاريخ لكن طبعا التاريخ ده بيبقى بنسبة قليلة جدا النصيب الأسس بيبقى طبعا للمواد العلمية والرياضية القسم الثاني في مدارس الأندول هو قسم اللغة التركية والعلوم الاجتماعية وده نقدر نشبهه عندنا بالقسم الأدبي في الدول العربية مع طبعا مدد الأدبيات لأن مدد الأدبيات هنا عندنا سبتة في جميع الأقسام لكن هي بنسبة القسم الثالث هو قسم اللغة التركية والرياضيات وده بيسموه القسم المختلط إن هو قسم يعتبر علمي وأدبي ليه؟ هم بياخدوا مدد الرياضيات وبياخدوا معاها تاريخ وغرافيا وبياخدوا أدبيات بنسبة أكبر من بقية الأقسام لكن ما بياخدوش لا فيزيا ولا كيميا ولا أحيان والقسم ده بيبقى فيه الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية سواء مثلا إنجليزي أو فرنساوي أو لو المدرسة دي فيها تدريس لمادة اللغة الألمانية مثلا بس بيبقى الاهتمام بيبقى ونسبة الحصص أكتر بتبقى لمواد اللغات وبرضو للأدبيات وكمان معاها مادة الرياضية نقدر نقول إن سنويات الأنادول في مجملها هي زي السنوية العامة العادية عندنا في مصر أما بالنسبة لعيوب مدارس الأنادول وأنا حبدأ لكم بيها قبل مميزاتها فحنقدر نقول إن أول عيب هيكون هو الاختلاط في الفصول ما بين الولاد والبناء ثاني عيب هو عدم الالتزام التام مقارنة بمدارس إمام خطيب ثالث عيب هو عدم الاهتمام بالنحية الدينية ومواعيد الصلاة وإن كان إن هو موجود بيبقى مسجد صغير في المدرسة طبعا في مدارس إمام خطيب بيبقى موجود مسجد كبير بيساعد مدرسة كلها لكن في المدارس الأنادول في مسجد أو مسجد صغيرة بيقدر الولاد والمدرسين إنهم يطلعوا يصلوا فيها لكن مثلا صلاة الجمعة ممكن عادي جدا فيه أولاد وعادي موجودين في الفصول والدراسة شغالة في الفصول في أثناء صلاة الجمعة لكن اللي حابب إنه هو يصلي بيستأذن من مدير المدرسة وبيطلع يصلي وأحيانا في بعض المدرسين بيتعنتوا وبيحسبوا الطالب غياب حصتهم كمان من أهم عيوب مدارس الأنادول إنهم مش بيدرسوا الدين كمادة أساسية بفراها إنما بيدرسوها بشكل هامشي جدا كثقافة دينية بالنسبة بقى لمميزات مدارس الأنادول أهم ميزة فيها هي عدم الإسقال على الطالب بمواد تانية زي المواد الدينية وخصوصا زي ما قلتلكوا إن هو لو مش دارسها من بدري فبيبقى الموضوع بيبقى صعب عليه جدا فبالنسبة للمدارس الأنادول زيها زي السنوية العامة عندنا في مصر نفس المواد تقريبا بس طبعا باللغة التركية فدي من مزايا مدارس الأنادول الميزة التانية هو عدم وجود عدد كبير من العرب في المدارس دي فبالتالي الطالب بيضطر إن هو يتكلم مع زميله الأطراق علشان يقدر إن هو يعمل تواصل وكمان المدرسين ما بيبقوش يعني بيبقى فيه يعني مثلا في مدرسة أولادي في بعض المدرسين بيعرفوا عربي يمكن واحد أو اثنين بيعرفوا عربي لكن طبعا كل باقي المدرسين ما بيعرفوش عربي فبيضطر الطالب إن هو لازم يتعلم التركي علشان يقدر يتواصل مع مدرسينه ومع زميله والاختلاط والاحتكاك بيخليه إن هو يتكلم أسرع من الطالب اللي في إمام خصيب لإنه بيقع محتاج يوصل اللي هو عاوزه أو يوصل مثلا مشكلته للمدرس أو إن هو المدرس بيكلمه فبيضطر إن هو يحاول يرد عليه وبيضطر كمان إنه بتواصل مع زميله فبالتالي إحنا بنحط هنا الطالب في مرحلة إن هو إنت لازم تتكلم تركي فبالتالي بيضغط على نفسه وفي السن ده هما سهل عليهم أكتر من إحنا في سننا إن هما يتعلموا فبالتالي بيضطروا إن هما في النهاية يتعلموا أسرع بكثير من اللي بيبقوا في مدارس إمام خصيب على فكرة كمان إحنا لما رحنا نقدم لأولادي اتقال لي في المدرسة اللي رحنا نقدم فيها إن بداية من صف 11 ما ينفعش إن إحنا ندخل ولادنا على مدارس إمام خصيب لإن الموضوع هيبقى صعب جدا عليهم دي مديرة المدرسة اللي قالتلي الكلام دوت وأنا بقدم لبنتي قالتلي لو في صف 9 أو 10 إحنا ممكن نخدها لكن أكبر من كده ما نقدرش نخدها لإن الموضوع هيبقى سقيل جدا عليها وصعب ومش حينفع إحنا مش هنقدر إن إحنا نقبلها لإنها طبعا فيه مواد شرعية ترقمية كمان فالمفروض إن هي من صف 9 بيبقى المواد إذا تتراكم على بعضها أو بتبقى مثلا بدايتها من صف 9 والموضوع بيترتب على بعضه سنة عن الثانية بتكمل بعضها فما ينفعش إن إحنا نخدها من صف 11 أو 12 بس بصراحة بعد كده حمدت ربنا إن هما ما دخلوش إمام خطيب لإن فعلا لقيت المواد كتير جدا وكان الموضوع هيبقى أتقل عليهم لو كانوا دخلوا إمام خطيب وخصوصا إن هما كانت مثلا أول دخول ليهم المدارس التركية ولسه أول اختلاط برضو ولسه ما يعرفوش لغة كفاية عشان يدرسوا المواد فكان الموضوع هيبقى أتقل كتير فقدر الله ما شاء فعله والحمد لله ربنا ييسر لكم ولنا دايما يا رب الخير يا ربي يكون فيديو النهاردة عجبكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي لسه ما اشتركش في القناة يساعدني باشتراكه ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد واشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية من فيديوهات مصرية في بورس اشتركوا في القناة